وصف حزب المؤتمر الشعبي في السودان اليوم الثلاثة وزراء الحكومة الانتقالية بأنهم كوارث وصف أداءهم بالضعيف جدا وقال إنهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم في إنجاز عملهم مؤكدا أن حكومة حمدوك فشلت فشلا ذريعا في حل أزمات المواطنين في وقت أكد الأمين السياسي للحزب الدكتور إدريس سليمان لموقع باينيوز الإخباري أن سوء الإدارة هو سبب استمرار أزمات الخبز والمواصلات وأن الوضع القائم صار أكثر سوءا مما كان عليه بالعهد السابق وانتقد إدريس سليمان تدخل قوى الحرية والتغيير في الأداء التنفيذي للحكومة مؤكدا أن ذلك قد أدخل الحكومة في مأزق ومتاخة كبيرة لن يخرج منها إلا بنهاية فترتهم دون أن يغيروا الواقع